أهلاً هنرجع نهاردة على الفصل الأول وهنرجع أهم الأسئلة والأسئلة اللي جات في الامتحانات وبإذن الله بإذن الله هتضمن الجزء ده في الامتحان هتحس الموضوع سهل وبسيط أول حاجة عندنا في الفصل ده نتكلم على كمية التحرك بقانون نيترين التاني والوزن والكتلة طيب أول حاجة عايزونا نعرفها في كلهم القانون كمية التحرك رمزها ايه؟ رمزها بي القانون بتاعه إن البي بتساوي الام اللي هي الكتلة في الفي اللي هي الصورة سهلة إن البي بتساوي الام في الفي كمية التحرك بتساوي الكتلة في الصورة طيب قانون نيترين التاني عندنا قانونين أول حاجة F بتساوي الام في الام والأف برضو بتساوي الدلتة بي على الدلتة تي الشي راح لقيم كمية ال單 كمية التحرك المستلوب تغير في كمية التحرك اللي تغير في الزمن السهلا ال balloon دلتا تي. طب الوزن اسمه دابيو. بيساوي الام في الجي. الام اللي هي الكتلة. الجي جاي من كلمة جرافتي. اللي هي عجلة الجاذبية الارضية. تمام? حلو. الكتلة ملهاش قانون. قالوا ممكن نستنتجها من التلاتة اللي فاتوا. يعني مسلا. الام بتساوي. هنا مسلا. عاوزين نجيب الام من القانون ده. بص كده. مش انت عاوز الام? اه عاوز الام. البعيد على القريب. يبقى البي على الفي. مش انت عاوز الام من هنا? اه. البعيد على القريب. يبقى الاف. على الاي. البعيد يعني اللي مش لازق في ها. على اللي لازق فيها. عاوزين برضو نجيب الام من القانون ده. يبقى بتسوي W على G. ده كل قوانين. طيب الحاجة اللي بعدها اللي هي التعريف. عاوز تروح للتعريف خبط على القانون. تاني كده. عاوز تروح للتعريف خبط على القانون. بصوا كده. عاوزين نعرف كمية التحرك. كمية التحرك. ال M وال V مضربين ولا مقسومين? مضربين. يبقى حاصل ضرب. هو اللي مضروب? الكتلة في السرعة. ده القانون. ده التعريف قصدي. تمام? هل في تعريف تاني? اه في تعريف تاني. بص كده. مش انت عندك ال B بتساوي ال M في ال V? صح? يبقى ال V بتساوي. ال M فاكر ال V اللي هي السرعة. هي عبارة عن ايه? دلتا دي. اللي هي المسافة على دلتا تي. اللي هي الزمن. مسافة على الزمن. تعرف بقى تعرف تعريف تاني? اه. ده ضرب ولا اسمه? ده كله ضربة. يبقى حاصل. ضرب. الكتلة. استنى بقى ركز بقى معي. الكتلة فيه? ركز بقى. ركز ركز. حيطة دي مهمة. اما اقول لك? نكتبها تحت هنا. دلتا محمود. على دلتا تي. اقرأها كده. ده اسمه المعدل الزمني للتغير في محمود. دلتا ابراهيم على دلتا تي. المعدل الزمني للتغير في ابراهيم. هنا برضو. دلتا تي دي على دلتا تي. يبقى في المعدل. على الزمني. للتغير في مين بقى? ركز دي في المسافة. يبقى لها تعريفين. حاصل ضرب الكتلة في السرعة? او حاصل ضرب الكتلة في المعدل الزمني للتغير في المسافة. ده تعريف كمية التحرك. ندخل بقى على قانون نيتون التاني. عاوز تجيب التعريف? خبط على القانون. ده القانون. عاوز نجيب التعريف. بحاصل. ضرب. مين في مين الكتلة? في العجلة. هل في تعريف تاني? اه في تعريف تاني. بقول لك والله في تعريف تاني عن طريق القانون ده برضو. مش انت عندك الاف بتساوي الام في الاي? صح? انت عندك الاف بتساوي الام في الاي? حاتي الاي في طرف لوحدة. يبقى الاي بتساوي الاف عالام. مبروك عليك. عرف قانون التاني. القانون التاني بقول لك ايه بقى? مش هنكتبه بقى. ازا اصرت قوة على جسم الماء. فانه يتولد عجلة. بتتناسب ترضي ولا عكس مع القوة? بتتناسب ايه? ترد مع القوة. وعكسي مع الكتلة. تاني ازا اصرت قوة على جسم الماء. فانه يتولد عجلة. تتناسب ترضي مع القوة. وعكسي مع الكتلة. فيه تعريف ثالث? اه فيه تعريف ثالث. مش انت عندك الاف بتساوي الام في الايه? اللي يبقى الاف بتساوي الام. تعرف تفك العجلة? اه. العجلة سرعة على زمن. افتكر بقى. سرعة على زمن. هي بقى الدلتة في لانها سرعة على الدلتة تي. الزمن. انت اللي هتعرف في التعريف ده من نفسك بقى. يبقى حاصل ضرب الكتلة? في المعدل الزمني للتغير في من بقى? في السرعة. لكن هنا في المسافة. هنا في المسافة. هنا في السرعة. هنا في المسافة. هنا في السرعة. طيب فيه تعريف ثالث او رابع او في تعريف الرابع. بصوا كده. الكوة بتتناسب ترضي مع كمية التحرك. وعكسي مع الزمن. سهلة? سهلة. يبقى عندنا اربع تعريفات. اف بتساوي الام في الام? وهنجيب الام في طرف الوحدة. يبقى الام بتساوي الام. وهنقول ساعتها. ازا اصرت قوة على جسم ما في انها يتولد عجلة. تتناسب ترضي مع الام. وعكسي مع الام. طيب. هنفكي الام برضو. يبقى الدلتة فيه على الدلتة تي. تمام? يبقى الكتلة في المعدل الزمني للتغير في السرعة. وتاني بقى ان الكوة تتناسب ترضي مع كمية التحرك. وعكسي مع الزمن. ده اربع تعريفات. يبقى عندنا تعريفين لكمية التحرك واربع تعريفات لقانون نيتون التاني. طيب. عايزين نعرف الوزن. بص كده. يعني ايه كلمة وزن? الوزن. لو معك الام. هيقع نحية مين? الارض. واقع ليه بسبب كوة الوزن او كوة الجاذبية. كوة الوزن او كوة الجاذبية. يبقى الوزن هو اللي خل الالم يقع نحية الارض. يبقى هو كوة جذب. الارض للجسم. افتكر وانت واقع في السطح بتقع بسبب ايه? كوة الوزن او كوة الجاذب ايه? ندخل بقى الحاجة اللي بعدها واللي هي الكتلة. يعني ايه كتلة? دلوقتي انت رحت الجم. ويزنت نفسك على الميزان طلعت خمسين كيلو جرام. تمام? خمسين كيلو جرام. خمسين كيلو جرام ده مش هو متضمن العطم بتاعك والجلد بتاعك والشعر بتاعك. كل حاجة فيك صح. يبقى الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. فيه تعريف تاني او فيه تعريف تاني. او اللي بقى التعريف التاني. ببساطة. بقول لك في يوم الايام واحد راح يزوق عربية كبيرة. عربية كبيرة قوي. مقدرش يزوقها. مقدرش ليه? بسبب كتلة العربية الكبير. يبقى الكتلة هي ممانعة الجسم. لاي تغير يحدث في حالة الحركية. انا عرفت ممانعة الجسم. او الكتلة بتمنعك. لاي تغير يحدث في حالة الحركية يعني يعني الجسم. كان المفروض اما زوقه يتحرك. جدا زوقه ما تحركش. كان المفروض يتحرك. هي بقى ممانعة الجسم لأي تغير. ليحدث في حالته الحركية. ده التعريف وده القانون. حاجة صعبة? كله سهل تقريبا. مفيش اي حاجة صعبة. مفيش اي حاجة صعبة. القانون بي بيتسوي الام في البي. وعرفنا التعريفات. وي الاف بتسوي الام في ال اي. والاف بتسوي الديلتا بي على الديلتا تي. والده بي بيتسوي الام في ال جي. وطلعنا قانون للام. وقلنا هي في الاصلة ملهاش قانون. تبس القانون تاني. هنا الاف او البي بتسوي الام في ال اي. وهنا الاف بتسوي الام في ال اي. والاف بتسوي الديلتا بي على الديلتا تي. هنا الديلتا بي بتسوي الام في ال جي. هنا قلنا ملهاش قانون ملهاش قانون طيب بعد ما اخذنا القانون والتعريف محتاجين نعرف حاجة اسمها وحدة القياس وحدة القياس ببساطة خالص كمية التحرك هي الكتلة في مين في السرعة تمام الكتلة بتتأس بايه بالكيلو جرام طيب السرعة اي سرعة في الدنيا متر على الثاني حلم تعرف تزبط هالي بقى اي حاجة في المقام هي هي في البسط بسعكس الاشارة يعني كيلو جرام في متر فين المقام هو ده هو فين في البسط بسعكس الاشارة هنا قس كام واحد يبقى سالب واحد ندخل بقى على قانون نيوتون التاني علشان نجيب وحدة القياس طيب الام بتتقس به بالكيلو جرام وعاجلة متر على الثانية تربيه الام بالكيلو جرام والعاجلة بمتر على الثانية تربيه يجي الله لعب اللعب اي حاجة في المقام هي اي في البسط بس عكس الاشار يبقى كيلو جرام متر هنا ثانية قسة 2 يبقى ثانية قسة 2 طيب ببساطة من اللي مكتشف القانون ده اسمه قانون نيوتن التاني اسمه قانون نيوتن التاني من اللي اكتشفه اكيد نيوتن اكتب كده نيوتن بالانجليزي او نيوتن اول حرف في ايه ان بيقولك بقى ان كيلو جرام في متر في ثانية او سسالة باتنين ده هو نيوتن هو هو نيوتن يبقى مسألك نيوتن بيكافئ ايه كيلو جرام في متر في ثانية او سسالة باتنين اتنين. بدل ما يكتب بكل جرام في متر في ثانية قصة ثلوب اتنين. نيوتن قال انا اللي عامل القانون. انا اول حرفة في ايه? ان. يبقى ده هو الان. الوزن. اول حاجة اخدناه في تعريف الوزن هو قوة. قوة. يبقى بتتقاس بايه? بالنيوتن. سهلة? سهلة. الكتلة بتتقاس بايه? بالكيلو جرام. يبقى احنا اخدنا القانون التعريف وحدة القياس. الحاجة اللي بعدها وليه هي صيغط الابعاد. نخطها في صندوق من دهب. كل ام حولها ال ال. كل كيلو جرام حوله لام كبت. كل اس حولها لتي. تعال انطبق. كل كيلو جرام حوله لايه? لام كبت. كل ام حولها لال. كل اس حولها لتي. يعني بنجيب صغط الابعاد عن طريق ايه? وحدة القياس. بس هنا اس اس سلب واحد يبقى هنا تي اس سلب واحد. افرض اس اس محمود. افرض اس اس محمود يبقى تي اس محمود. تمام? هنا برضو. هنا كيلو جرام يبقى ايه? ام كبت. هنا ام تتحول لال كبت. هنا اس تتحول لتي. بس هنا اس اس سلب اثنين يبقى تي اس سلب اثنين. طيب. يبقى دي نفس الفكرة. احنا اتفقنا عن النيوتن بيكافق ده? النيوتن هو هو ده. طيب عاوزيني يجيب برضو صغط الابعاد للنيوتن? ما هو بيكافق كيلو جرام في متر في ثانية اس سلب اثنين? يبقى ام ال تي اس سلب اثنين. سهلا? سهلا. طيب الكيلو جرام? كل كيلو جرام حوله لام كبت. يبقى اخدنا القانون التعريف وحدة القياس صغط الابعاد. عاوزيني نعرف بقى النوع? قياسية ولا متجهة? قياسية ولا متجهة? نعرفها ازاي? قالك والله الكمية الاساسية يديها اشارة مجابة. والكمية المتجهة يعني هي كلمة المتجهة يعني اللي بتاعتمد على الاتجاه. اديها اشارة سالب. اساسي مجابة. متجهة سالب. اساسية مجابة. متجهة سالب. بص كده. احنا عاوزيني نعرف النوع بتاع كمية التحرك. الكتلة كمية اساسية وانا مش تقه? اساسية. انا برضو مش فاهم يعني ايه كلمة اساسية. بص كده. اساسية يعني مين? كتلة وزمن وطول. كتلة وزمن وطول. كتلة وزمن وطول. بص كده ده الام. الكتلة. احط لقى اشارة ايه? مجابة. ده السرعة. مجابة ولا سالبة? سالبة مش انت بتقول لصاحبك. انا ماشي خمسين متر في اتجاه الشرق. خمسين متر عال ثانية في اتجاه الشرق. وخمسين متر عال ثانية في اتجاه الجنوب. وخمسين متر عال ثانية في اتجاه الفضاء. فالسرعة بتتغير. تمام? يبقى سالب. يعني كمية متجه. مجب في سالب بايه? بسالب. الناتج السالب ده معناه ان كمية التحرق متجهة ولا قياسية متجه. معه السالب يعني متجه? سؤال بقى سؤال حلو. سؤال حلو كده. كمية التحرق اتجاهها اتجاهها بيعتمد على الكتلة? ولا السرعة? ببساطة هو مين اللي خلى النتج بتاع كمية التحرق يطلع سالب الكتلة ولا السرعة? السرعة. يبقى اتجاه كمية التحرق هو هو اتجاه السرعة. بتيجي كتير جدا في الانتحان. اتجاه كمية التحرق هو هو اتجاه السرعة. دي برضو. اف بيستوي الام في الكتلة? مجب. العجلة تاخد اشارة ايه? سالب. طيب مجب في سالب بايه? بسالب. يعني كمية متجه. هنا الام مجب في سالب بايه? بسالب. يعني الوزن كمية متجه. الكتلة كمية اساسية ولا متجه على طول? كتلة زمن طول كياسي. يبقى كياسي. يبقى متجه 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 كياسي. متجه 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 كياسي. السؤال اللي بيجي في الامتحان يقولك ايه? اعلل كمية التحرق كمية متجه. تقول له ليه بقى? لانها حاصل ضرب الكتلة في السرعة. والكتلة كمية اساسية. يعني مجبه. والسرعة كمية متجه. ومجب في سالب بايه? بسالب. اذا كمية التحرق تكون متجه. سألة? يقولك واحدة قياس الوزن. تقول له ايه? نيوتن. يقولك النيوتن ويكفي ايه? هتقول له ايه? كولوجرام في متر في سانية وسالب اتنين. ده الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات في الجزء ده. التعريف وحدة القياس متجهة والقياسية. اه القانون. دي الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان. ده الجزء النظري اللي بيجي في الجزئية دي. بعد حاجة اللي بعدها واللي هي تنسيل البياني. هنا كان ايه? هنا كان كمية التحرق. وهنا كان قانون نيوتن التاني. وهنا كان الوزن. وهنا كان الكتلة. بص كده. ما عندناش رسم هنا ولا رسم هنا. الرسم هنا وهنا. طيب. عاوزك بس تحفز قاعدة معي. قول بس معي كده. اللي مفيش بينهم يساوي. حط بينهم يساوي. تاني. اللي مفيش بينهم يساوي. حط بينهم يساوي. تاني. اللي مفيش بينهم يساوي. حط بينهم يساوي. تعالي نحل بقى. هنا عندنا تلات رسمات. اول علاقة عندنا علاقة بين البي والفي. طيب. اكتب كده القانون. بي بتساوي الام في الفي. اعلاقة البي بالفي. قبل ما تقول طردية. استنى بس استنى. بينهم يساوي ولا مش بينهم يساوي? البي ها والفي ها. بينهم يساوي? اه. خلاص احكم بقى. طرد ولا عكسي? طرد. لان هما الاتنين موجودين في البسط. على سطر واحد. مش واحد فوق واحد تحت. على سطر واحد. احنا الاتنين صحاب. يوم ما نزيد بنزيد سوا. بنقل بنقل سوا. يبقى البي والفي. علاقة ايه? طردين. تفهم? تعاني جب الميل. الميل بيساوي. اللي واقف على اللي نايم. اللي واقف على اللي نايم. اللي واقف مين? بي. يبقى دلتا بي. على اللي نايم دلتا في. عاوزونا عرب بي على بي. بيساوي ايه? قبل ما اقول لك. ندي مثال هنا في جنب. اما اقول لك محمد في محمود بيساوي احمد في ابراهيم. بص كده. لو انا عاوز محمد على احمد ما ترجعش وقيدك فاضي يا بقى. ما ترجعش وقيدك فاضي. يبقى ابراهيم على محمود. يبقى محمد على احمد بيساوي ابراهيم على محمود. طب افرد انا عاوز. احمد على محمود. ما ترجعش وقيدك فاضي يا. يبقى محمد على ابراهيم. تعال بقى نشوف. احنا عاوزين بيع على في. بيع على في. هيطلع ايه? بص كد. بي على في. ما ترجعش وقيدك فاضي يا. يبقى ام على الواحد. يبقى الميل ده هو ام. سهلة? سهل. ده علاقة? بين? بنقول مسلا البي والام. قبل ما تقول طد وعكسي. بيلا عليك. شوف بس كده. بينهم يساوي? ولا مش بينهم يساوي? بينهم يساوي. البي هاو والام هاو. بينهم يساوي? اه. ابدأ احكم بقى. موجدين على سطر واحد ولا واحد فوق واحد تحت? على سطر واحد. يبقى طرطي. عاوزين يجيب الميل اللي واقف على الناين. يبقى الدلتة بي على الدلتة ام. بي على ام. بي على ام. ترجعش وقيدك فاضي. يبقى في على الواحد. ليه الفي. حلو? حلو. اخر رسمة. علاقة بين الام والفي. قبل ما تحكم الام والفي بينهم يساوي ولا ما فيش بينهم يساوي? الام ها والفي ها. هل بينهم يساوي? لا ما فيش بينهم يساوي. اللي ما فيش بينهم يساوي? حط بينهم يساوي. هاتي الام في طرف لوحدة? يبقى الام بتساوي. البعيد على القريب. بي على في. اتطمن بقى. بينهم يساوي? اه. ام ها. وفي ها. وبينهم يساوي. واحد فوق واحد تحت. يبقى طرطي ولا عكسي? عكسي. عاوزين نجيب الميل. يبقى الدلتة. ام. على الدلتة. في. طيب. ام على الفي. عاوزين يعرف بيساوي ايه? بصوا كده. عشان انت عندها قانون بي بيتساوي الام في الفي. سهلا? سهلا. هم هنا مضروبين ولا مقسومين? هنا. مضروبين. انت عاوزهم في الاصل ايه? مقسومين. انت عاوزهم مقسومون عشان تجيب الميل. هنا مقسومين ها. هنا مقسومين. انت عاوزهم مقسومين. هنا في القانون الاصلي مضروبين. هل ينفع? لا. يبقى لا يوجد ميل. يبقى لا يوجد ميل. اما تلاقي حاجة مقسومة على حاجة وانت متقدرش تفصل للضربة عن بعض. يبقى مفيش ميل. انت عاوز ام على الفي. بس القانون بيقولك ان البي بتساوي الام في الفي. البي بتساوي الام في الفي. هتجيب لي الام على الفي ازاي? مستحيل طبعا. يبقى ده الرسمة بتاع كمية التحرك. ماشي. ندخل بقى الحاجة اللي بعدها. الرسمة بتاع دي. ده علاقة بين الف والام. عاز اعرف طردية العكسية. اكتب القانون الفي بتساوي الام في الاي. قبل ما تقول طردية العكسية اتأكد بينهم يساوي. ده الف او. وده الام او. بينهم يساوي? اه والله. في بينهم يساوي. دوس بقى في المسألة. الفي وام بينهم يساوي. الاتنين على سطر واحد ولا مش على سطر واحد? على سطر واحد. طردية ولا عكسي? طردية. المي اللي بيساوي. اللي واقف? على النائم. اف على الام. بيساوي ايه? ما ترجعش قدك فاضي. يبقى اي على الواحد. اللي هو الاي. كويس. اما يقول لك علاقة بين الاف والاي. انت عاوز اف وايه صح? بينهم يساوي? اه بينهم يساوي دي. يبقى طردية. يبقى المي بيساوي دلتة اف على دلتة ايه. انت عاوز اف على الايه? يبقى ام على الواحد. يا الام. حل? حل. قول بقى الاخير. علاقة بين الام والايه. طرد ولا عكسي? انت اللي تحلها بقى. تحلها تحت في الكومنت. تشوف تأكد بينهم يساوي الاول? ولا مش بينهم يساوي? وهاتي الميل. وهاتي الميل. على فكرة دي نفسي دي. دي نفسي دي. اكتبها لفي الكومنت الحل بتاعه. ما بتنساش احنا عاملين مسابقة بتاعة فيزيكس كلينك? لو حليت متحن صح? هتاخد تشيرت فيزيكس كلينك. خلاص يا مسطر. انا فهمت كل حاجة في الدرس. كل حاجة في الفصل كله فهمتها. الاسئلة بتيجي ازاي? ببساطة. يقول لك مثلا وحدة القياس بتاعت كذا. طيب وحدة القياس الوزن. او نوع بتاع الوزن. او صيغة ابعاد الوزن. صيغة ابعاد الكتلة. صيغة ابعاد كمية التحرق. طبعا ده كلام سهل. لما نافجة دول. طيب. اتجاه كمية التحرق بيعتمد على اتجاه مين? شرحناها. ان البي بتساوي الام في البي. ده موجب وده سالب. يبقى ده سالب. يعني اتجاه كمية التحرق بيعتمد على اتجاه مين? السرعة. سهلة سهلة. طيب سؤال بقى حلو. سؤال حلو. متى تكون الكتلة تساوي السرعة? مع تغير كمية التحرق. هل اتنين في? ولا في تربية? ولا تلاتة في? يعني ايه مش فهم السؤال? يقولك يعني امتى الكتلة بتساوي السرعة? في قانون كمية التحرق. امتى اقول الكتلة بتساوي السرعة? ببساطة. انت بتقول ايه? كمية التحرق صح? بي بتساوي الام في الفي. ده اللي عرف. انت عاوز ايه? امتى بتكون الكتل? يبقى احد الكتلة في طرف الوحد. ام بتساوي البي على البي. كويس. هو عاوز الكتلة بقى بتساوي السرعة. اما حط كمية التحرق بكام? امتى الكتلة بتساوي السرعة? اما حط كمية التحرق بكام? بص كده. هلما حطها باتنين في? ولا في تربيع? ولا تلاتة في? تعانشي الكمية التحرق نحط اتنين في? اتنين في على في? شيل في مع البي? يبقى الامة بتساوي اتنيه. لا. احنا عاوزين الكتلة بتساوي الصباح. تعالى نجرب في تلاتة يبقى الام بتساوي البي على البي. يبقى تلاتة البي على البي. ده كده الام بتساوي تلاتة. تعالى نجرب بقى v تربيع. ام بتساوي البي على البي. البي بemptor على البي. v تربيع عبارة عن ايه? في 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 قصة 3 في 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 تربية في 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 على ال في شي لدي مع دي هيبقى لك مين الام بتساوي ال في يبقى الام بيساوي الفي في حالة كمية التحرك بتساوي تربية سؤال حل سؤال حل يجي مثلا يقول لك إيه ليه البيضة لما تترمى مثلا من مكان عالي على الأسفلت أو الرصيف بتتقصر ولما تترمى على وسادة مش بيحصل لها حاجة بقول لك والله هقول له إيه حسب القانون F بتساوي الدلتا B على الدلتا T إيه علاقة الزمن ب ال F إيه علاقة عكسية واحد فوق واحد تحت ببساطة هقول له ليه بقى لأن البيضة وهي نزلة على الأسفلت أخدت لحظة ثانية يعني زمن قليل فقوة ارتطامها في الأرض بتكون كبيرة ولا صغيرة الزمن قليل ده عكسية يبقى قوة الارتطام كبيرة كبيرة جدا لكن الوسادة البيضة بتدخل جوه الوسادة وتغوص وتنام وتقول لك صحيني الفجر تقول لك صحيني الفجر يبقى الزمن كبير فقوة الارتطام قليلة عشان كده مش بيحصل لها حاجة حل؟ حل طيب ليه مثلا بيقول لك إيه؟ ليه راجل مثلا أما ينطف فوق السطوح من فوق السطوحه على الأرض بيجي له خلاص غضروفه يبوز أو يمكن يموت لكن عكس لو نطف حمام السباحة الفرق في الاثنين إيه؟ الزمن الراجل اللي نطف فوق السطح نطف لحظة فالزمن قليل فإذا الف عالية لكن الراجل اللي نطف لحمام السباحة قعد زمن في المية كبير غص جوى المية فالزمن زاد أما الزمن يزيد إيه اللي بيحصل للأف؟ علاقة عكسية الأف تقل يقول لك مثلا كل دي أسئلة امتحنات يقول لك ليه الراجل بيتني رجبته مش بيحصل له حاجة أو بيحصل له حاجات بسيطة وهو نطف مفوصات بيتني رجبته بيحصل له حاجات بسيطة لكن عكس للراجل اللي نطف مفوصته هقول له إيه؟ أما يتني رجبته بياخد زمن كبير ولا صغير كبير فالأف بتكون قليلة كلها مبنية على القانون ده سألا؟ قال يقول لك إيه؟ مين اللي أكبر؟ طبعا بيقول لك أيهما أكبر ناشي الكتلة ولا الوزن بص كده والله يا عم الحج كتلتك على الأرض زي هنا في الفضاء زي هنا في الجيزة زي هنا في الإمارات زي هنا في أخواتنا ربنا ربنا يا رب يصبرهم يدونهم القوة ربنا عندهم زي أخواتنا مثلا في فلسطين نفس الكتلة الكتلة بتفضل إيه؟ سبت الكتلة بتفضل سبت الكتلة بتفضل سبت خمسين 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 مية تفضل مية 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 طيب الوزن بيتأثر الوزن بيتأثر بص كده هنا اتفقنا للكتلة سبت واللي يكون مثلا شخص كتلته خمسين كيلو جرام تعاني جيب الوزن كده W بتساوي ال M في G الكتلة كم خمسين في الجاذبية كم بعشر خمسين في عشر بكم بخمسمية من اللي أكبر الكتلة ولا الوزن يلا الوزن طبعا أكيد الوزن لأن الوزن بيتضرف في الجاذبية لو متلاحظ كده بيتضرف في عشر يعني خمسين ضربتها في عشر يبقى دايما دايما الكتلة أصغر من الوزن أو الوزن أكبر من الكتلة دايما دايما احفظها على نفس النمط الوزن أكبر من الكتلة إلا في حالة واحدة بس إلا في حالة واحدة بس يبقى وإحنا قلنا أن الوزن أكبر من الكتلة إلا في حالة واحدة بس تعرف إيه هي الفضاء. بصوا كده. تعال نشتغل على الرجل ده. تعال نجيب الوزن في الفضاء. W بتساوي ال M في G. يعني خمسين. لحظة بقى. في جاذبية في الفضاء? مفيش جاذبية. يعني G بدل العشرة هتبقى صفر. خمسين في صفر? بصفر. يبقى الوزن دايما اكبر من الكتلة الا في حالة الفضاء. الكتلة بتكون اكبر من الوزن. سهلة? سهلة. يبقى تاني الكتلة ستة في كل حد. طيب ده بيبساوي ال M في G. يبقى خمسين في عشرة بخمسمية. واتفقنا ان دايما دايما الوزن اكبر من كتلة. الا في حالة الفضاء. حالة الفضاء مفيش جاذبية. خمسين في صفر بصفر. محمود في صفر بصفر. يبقى الكتلة اكبر من الوزن. السؤال بتاني يقول لك ايه? يفضل عند الاستراط. التعامل بالكتلة وليس الوزن. ليه لازم نتعامل بالكتلة اثناء الاستراط وما نتعاملش مع الوزن? ببساطة لان الكتلة سابتة في كل مكان. سابتة في هنا. في الجيزة. زي في الكاهرة. زي في فلسطين. لكن ممكن حد يضحك عليك في الوزن. يقول لك تعالي اوزنك اه خمسين كيلو طماطن ما اوزن لك في الفضاء. فطبعا يطلع عندك صفر. تعالي اوزنهم لك مثلا على كوكب عطارد. اه صفر. تعالي اوزنهم لك مثلا في فلسطين. تعالي اجيب الوزن بتاعها. هيتغير. تعالي اوزنها في الكاهرة. هيطلع. الناتج عمال يتغير. فاهم قصدي? لان اقول له ايه? لان الكتلة سابتة. مش بتتغير ولا بتتأثر بالمكان. سؤال يقول لك ايه? متى تكون الكتلة اكبر من الوزن. قلناها على فكرة في حالة الفضاء. في حالة الفضاء. دايما الكتلة اكبر من الوزن. لان ما فيش جاذبية في الفضاء. لان ما فيش جاذبية في الفضاء. كويس? كويس. دي الاسئلة المقالي. اللي بتيجي في الجزء ده. ندخل بقى على الحاجة اللي بعدها اللي هي ملخص. القوانين. هتقول لي ان انا بحس الفيزياء صعبة. القوانين كلها دخلة البعض. اه ده? الموضوع سهل. والله سهل جدا. ملخص القوانين. عندنا ان البي بتساوي الام في الفي. طيب. وعندنا الاف لها قانونين. اف بتساوي الام في الا. والاف بتساوي الديلتا بي. على الديلتا تي. وعندنا الديو بتساوي الام في الجي. طيب. الافكار بتيجي ازاي? يقول لك والله. انا عاوز كمية التحرك. وهجيب لك الكتلة وهجيب لك الصرة. هتضربهم طبعا في بعض. يقول لك انا عاوز الاف. وهجيب لك الام وهجيب لك الاي. طبعا. هتضربهم في بعض. اعاوز الاف. ويجيب لك الديلتا بي. وهجيب لك الديلتا تي. هتقسموهم على بعض. ويجبك ال m ويجبك ال g تضربهم في بعض سهلة؟ سهلة يجي مثلا هيقول لك ايه؟ هجبك ال b وهجبك ال m واو انا عاوز ال v هتعمل ايه؟ ال b عيد على القريب ييجي مثلا هيقول لك ايه؟ انا هجيب لك القوة وهجيب لك العجلة وعاوز ال m يبقى ال b عيد على القريب يبقى ال m بتساوي f على ال a طيب يجيب مثلا يقول لك ايه هجيب لك ال W ومش هجيب لك ال M وهجيب لك ال G طيب تجيب ال M اه ال W على ال G بس هل بس هل هيجيب لك كل حاجة مباشرة هل هيجيب لك كل حاجة مباشرة كده وقول لك اتفضل ما هسألها على ذهب لأ لازم لازم يرجعك الترميل الاول بص كده يقول لك والله هنعاوز كمية التحرك تمام وهجيب لك ال M بس مش هجيب لك ال V بطريقة مباشرة مش هقول لك السرعة بطريقة مباشرة يقول لك مثلا انا عاوز ال F وهجيب لك ال M بس مش هقول لك العجلة بطريقة مباشرة هنتصرف ازاي ده لازم نرجع للترميل الاول بص كده عندنا مسالس اسمه احفظوا بس معاي كده V T D V Final T D معادلة واحد معادلة اتنين معادلة تلاتة ايه هي معادلة واحد ومعادلة اتنين ومعادلة تلاتة دي معادلات الحرك اللي اخدتها الترميل الاول V Final بتساوي V Initial زايد E T D بتساوي V Initial T زايد نص E T تربيع V Final تربيع اللي هي السرعة النهاية عم من ربعة بتساوي V Initial تربيع السرعة اللي ابتدائية من ربعة زايد اتنين E D سهلا سهلا مش فاهم اعمل ايه يعني يا مصدر ببساطة اما اجيب لك ال V Final وعاوز T استخدم المعادلة كم اللي بينهم اللي معادلة واحد اللي بينهم هقول لك مثلا انا عاوز T عاوز T ومعاك ال D تستخدم انا معادلة المعادلة التانية اللي هي دي هاجيب لك ال D وعاوز ال V Final تستخدم معادلة كم معادلة كم تلاتة حلو حلو يبقى احنا احنا اتفقنا ان الحاجة ما بيجيش بترام بشر لازم يرجع كتر من الاول لمعادلات الحركة واتفقنا ان اختار انه معادلة بناء على ايه حط ايه دك هنا وايه دك هنا ويشوف المعادلة اللي في النص بينه بس نكمل حاجة برضو يقول لك ايه احسب التغير في كمية التحرك ببساطة مش انت عندك ال B بتساوي ال M في ال V بص كتر يعني ايه احسب التغير في كمية التحرك يعني حصل تغير في السرعة حصل تغير في السرعة ببساطة حصل تغير فين في السرعة مش احنا نتفقنا ان ال B بتاعتمد على ال V صح اما يحصل تغير في السرعة اللي بيحصل لل B بيحصل له تغير انا باعتمد عليك انت اتكسلت انا كمان هتكسل مش احنا التفقنا ده سالب وده موجب وده سالب واتفقنا اللي ده ده يعتمد على ده تمام يبقى طالما هنا في دلتا يبقى هنا في دلتا طالما هنا برضو في دلتا يبقى العكس برضو في دلتا سالب تعالى نكمل كده يبقى ال دلتا V بتساوي ال M دلتا V دي بتتفك دلتا V بتتفك بصوا كده عاوز دلتا محمود يبقى محمود النهاية يعني محمود فاينال كده ناقص محمود انش دلتا عباس عباس فاينال ناقص عباس انشال يبقى هنا دلتا V يبقى V final نقص V finish ممكن يقول لك انا عاوز اديلتا B وهيجب لك ال M وهيجب لك V finish بس مش هجب لك V final هتروح تجيبها منين هتجيبها برضو بمعادلات الحرك سهلة وتعود في القانون بعدها انت بتحس الكلام فيه الغاز بس الكلام سهل وبسط جدا والله ال V مش هجبها لك بترقم بشرة هتروح تستخدم معادلات الحرك ال M مش هجبها لك بترقم بشرة هتروح تستخدم معادلات الحرك ال V فائدنا الو مش هجبها لك بترقم بشرة هتروح تستخدم معادلات الحرك سهبة سهل هيقول لك مثلا لو معانا جسم كده ساكن يعني ايه كلمة ساكن يعني ال V I السرعة اللي بدأ بيها V I دي يعني السرعة اللي بدأ بيها ساكن هل هو بدأ بسرعة يبقى ال V I بتساوي كم صفر بقول لك معانا جسم او عربية كانت ساكن واحد زقها بكوة وليكن اسمها F1 تمام فهو ماشي ماشي العربية وماشية ماشية ماشية ضغط فرامل ضغط فرامل كلمة ضغط فرامل يعني فيه قوة احتكاك يعني فيه قوة احتكاك واللي احتكاك دي مع الجسم ولا عكسة في حركة الجسم هي السرعة بطقت يبقى كده عكس حركة الجسم الجسم كان ماشي كده يبقى اله احتكاك عكسها طيب اللي احتكاك دي بنسميها ايه بالانجليزي اف اف فراكشن فورس فراكشن فورس المهم طيب احنا عندنا كم رجل بيزوق الحاجة دلوقتي عندنا كواتين كوات اسمها اف واحد وكوات اسمها اف اف تعرف تجيب الاف المحصلة يعني ايه كلمة اف المحصلة يعني بصك انت دخلت على الرجل بتاع السوبر ماركت قالك انا بعمل تحصيل تحصيل اللي هو يجمع كل الحاجات اللي باعها ويطلع رقم نهائي واحد سيبك من المثال ده انت فيه اتنين بيزوق العربية او اربعة او خمسة يعني ايه كلمة محصلة هدفي اني اوصلهم لراجل واحد بس هدفي اني اوصلهم لراجل واحد بس هقول للخمسة بعده وبعده انا عاوز واحد بس طيب عايزي نجيب اف المحصلة نجيبها ازاي قدامك طرقتين قدامك طرقتين بص كده مش الجسم ده كان مفروض يسحرك الناحة دي تمام قالك والله الاف واحد دي هدده اشارة مجابة طيب وبما ان الاف اف دي قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركة الجسم فهدده اشارة سالبة يبقى الاف محصلة بتساوي الاف واحد ناقص الاف اف تمام طيب يجي مسلا يقولك بعدها هتلي العجل هتمرح معاوز الاف بتساوي الام في الاي هتجيب الرقم اللي جيبته من الاف المحصلة تحطه هنا والكتلة تحطه هنا وتجيب العجل انت بتحس الكلام صعب لسه المسائل لسه المسائل يبقى اف المحصلة طبعا ده ناقص ده ناقص ليه لانهم عكس بعض في الاتجاه او واحد موجب وواحد سال اه نسيت اقولك على الطريقة التانية الطريقة التانية مش هما عكس بعض في الاتجاه ده وده عكس بعض في الاتجاه على طول احفظها الكبير ناقص الصغير والقوة في اتجاه الكبير تاني طالما عكس بعض الكبير ناقص الصغير والقوة في اتجاه الكبير طالما عكس بعض الكبير نقص الصغير والقوة في اتجاه الكبير هتفهم الكلام ده برضو بص كده لو معنا جسم كده واحد بيزق بكوة 5 نيوتن واحد بيزق بكوة 3 نيوتن السندوق هتزق بكوة كم؟ 8 نيوتن صح؟ مع 5 و 3 طالما نفس اجمع عكس الكبير نقص الصغير والقوة في اتجاه الكبير ماشي؟ طيب افرض عندك قوتين عاموديين عامودي كده يعني كوة اسمها اف واحد و اف اتنين عايزين نجيب المخصرة تجيبها ازاي؟ ربع ربع اجمع حط تحت الجزر نظريت في صغيرس يبقى اف واحد تربية زائد الاف اتنين تربية ده اللي هي اف المخصرة الكلام هتحس انه صعبة دي كل افكار المسائل دي كل افكار المسائل بجد هنبدأ نحل وهتحس هبدأ معك كأنك ايه؟ كأنه ما نعرفش ايه حاجة في المنهة طيب ولك في الشكل المقابل معانا جسم الكتلة بتاعته خمسين كيلو جرام كويس جدا وقال لك ان فيه قوة في الاتجاه ده مقدارها مية وخمسين نيوتر وقوة في الاتجاه ده مقدارها ربعمائة نيوتر تمام؟ تماما يقول لك بقى ايه؟ عاوز احسب العجلة والقوة المحصلة طيب نكتب بس قوة في الجنبانا بي بتساوي الام في البي والأف بتساوي الام في الاي والأف بتساوي دلتا بي على دلتا تي ويه الو بتساوي الام في الجي طيب ببساطة السيبات من اللي هو طالبه احنا عندنا كم رجل بيزوء الحاجة اتنين واحد بقوة مية وخمسين والتاني بقوة ربعمائة نيوتر الطبيعي كاننا بنروح نعمل ايه؟ بنجيب حاجة اسمها اف المحصلة اف المحصلة طيب اف المحصلة بتساوي دولة مع بعض ولا عكس بعض في الاتجاه لاحظة السهم طريح كده والسهم طريح كده واتفقنا عكس بعض عكس بعض الكبير نقص الصغير وحط الكوة في الاتجاه الكبير يبقى الكبير نقص الصغير وحط الكوة في الاتجاه الكبير يبقى ربعمائة نقص مية وخمسين هتلع عمالك بكم؟ بمتين وخمسين نيوتر ممكن نجيبها بالطريقة التانية؟ اه بص كده ده ربعمائة وده مية وخمسين الصندوق هيتزق نحية الربعمائة ولا نحية المية وخمسين نحية مين؟ الربعمائة يعني اديله اجراء موجابة بس من اللي بيمنعه المية وخمسين بيسحب من دقته شوية يبقى المية وخمسين يديله اجراء سالبة يبقى 400 نقص 150 انا براياح دماغي pقول ايه الكبير نقص الصغير والقوة في اتجاه الكبير الكبير نقص الصغير والقوة في اتجاه الكبير اتفقنا جيبنا الاف مخصرة سيبك من اللي هو عاوزه سيبك من اللي هو عاوزه مش حتى اتفقنا بنجيب بعدها اف بتساوي الام في الاي. صح? حل. هو عاوز مين? العجل. انت معاك مين? الاف. ومعاك مين الام? اف وام. استخدم انا القانون ده ولا ده? هما اللي فيهم اف. اف وام. استخدم القانون ده صح? صح. طبق الاف بتساوي الام في الاي? الاف بكم? بمتين وخمسين? الام بكم? بخمسين. ايه بكم? انا اعاوز. يبقى الام بتساوي كم? ميتين وخمسين? على خمسين. يبقى خمسة وعشرين على الخمسة. اللي افها خمس. خمسة متر على السانية تربية. سهلة? سهل. يبقى بتجيب الاف المحصلة? اف بتساوي الام في الاي? ميتين وخمسين? بتساوي خمسين في الاي? اختلطت القانون ده ليه? انا معايا الاف. والله هو معايا الكتلة بخمسين. انت عاوز مين? العاجة. ده الاف هو وده الام. هل في حاجة فيها اف وام تانية? لا اختاره. هو اللي ينفع. ده وده اللي في الاف بس. ده ما ينفعش. مفيش كتل. لكن ده اللي ينفع. ده جسم. كتلته تلاتين كيلو جرام. بيأثر عليه اربع كو. تلتميت نيوتن. ميتين وخمسين نيوتن. تمام? نقول مسلا هنا كام? نقول مسلا هنا ميتين نيوتن. وهنا ميتين نيوتن. بقول لك احسب القوة المخصلة ولا عجلة? والعجلة. هنحسبها ازاي? انا عندي كم راجل بيزقق الحاجة? راجل واحد بس. هدفي اوصلهم. اه عند اربعة. هدفي اوصلهم الراجل واحد بس. تلتمية هنا. وهنا ميتين وخمسين. صح? دولة مع بعض ولا عكس بعض? عكس بعض. اطرح ولا اجمع? اطرح. والقوة في اتجاه الكبير. تلتمية نقص ميتين وخمسين? خمسين. تمام? اده الجسم. احط الخمسين هنا ولا خمسين هنا? نحية الكبير. او نحية التلتمية. هنا ميتين. وهنا ميتين. مع بعض ولا عكس بعض? عكس بعض. ميتين نقص ميتين صف. ملاش لازم? تمام? وده كتلة الجسم اللي احنا اتفقنا بتلاتين كيلو جرام. طيب. تعرف بقى تجيب. يبقى احنا اتفقنا للF بخمسين والM بتلاتين كيلو جرام. هتجيب العجلة مع انها القانون عندنا قانون ايه? F بتساوي الM في الايه? والF بتساوي الدلتة بي على الدلتة تي. استخدم قانون عشان اجيب العجلة القانون ده. يبقى اقوله F بتساوي الM في ايه? اه F بخمسين بتساوي. هنا الM في تلاتين في الايه? عاوز تجيب الايه? اه البعيدة على القرية بيبقى خمسين على تلاتين. يعني خمسة على الثلاثة. متر على الثانية تربيه. سهلة? اظنناها كلها نفس الفكرة. انا ماشي معك بالتدريج. طيب? مش حاجة صعب لحد دلوقتي اكيد. اكيد. مش حاجة صعب. ادعي ربنا وان شاء الله ربنا يسهل الموضوع عليه. اهم حاجة ادعي ربنا بس. والله كنت. نتكلم وحنا بنرسم المسألة. دايما دايما العربية وهي ببوز احسن مكان تتصلح فيه هي التوكيل. لانها هي اللي عملت العربية. طيب. وانت برضه ما تلاقي مشكلة في الفهمة والحفظ فبتروح لربنا. لان هو اللي خلقك. الرموت كنترول كله في ايده. طيب هنا كام تلتمية خمسين? ونخلي هنا مثلا نخليها بكام متين وخمسين. يقول لك احسب الكوة المحصرة والعجل. ده الكسمة. تلتمية وخمسين وهنا تلتمية. مع بعض ولا عكس بعض? عكس بعض. اطرح ولا اجمع? اطرح. والكوة في اتجاه الكبير. تلتمية خمسين نقص تلتمية. بخمسين. بحطها هنا. نحية التلتمية وخمسين. طيب متين ومتين وخمسين. من اللي اكبر? اطرح ولا اجمع الاول? اطرح. لانه معكس بعض. متين وخمسين نقص متين بخمسين. احطها هنا ولا هنا? لا فوق. نحية المتين وخمسين. دولة عمودي ولا مش عمودي? عمودي. فاكر بنجيب الكوة المحاصرة ازاي? ربع ربع اجمع. حط تحت الجزر. يبقى جزر فمسين تربيع. زائد خمسين ايه? تربية. شوف النتج اللي هيطلع كامل. كويس? كويس. طيب. عاوزين نجيب العجر. هقوله الاف بتساوي الام في الايه? هاخد الناتج اللي طلع? هحطه هنا. الام بكم? نستقلها نستقلها. خمسين كيلو جراء. خمسين. الايه? حاطة. يبقى الايه بتساوي? الرقم اللي طلع هنا? على الخمسين. واحط الواحدة بقى متر على الثانية تربيع. ندخل على السؤال اللي بعضه. وهسأل حال. يقول لك ده اعلاقة بين البي والتي. وده واحد اسمه محمود. وده واحد اسمه براهيم. وده محمود. اي من الجسمين له قوة محصلة? سؤال حل. اي جسم من الاتنين دول ليهم اف? ببساطة. حلها ازاي? هفكرك ببساطة. دي بي ودي تي. هو ايه القانون اللي في بي وتي? اه. الاف بتساوي دلتة بي على دلتة ايه? صح? صح. علشان يحصل قوة. علشان يحصل مين? قوة. لازم يحصل دلتة يعني ايه? تغير في كمية التحر. لحظة? يعني ايه? تغير. تغير في كمية التحر. بس كده. ده محمود. وده براهيم. تعال نحط هنا واحد اتنين تلاتة اربعة. وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة. ماشي? بس كده. محمود عند الثانية واحد كان بكم بواحد. وعند الثانية اتنين كان باتنين. وعند الثانية تلاتة كان بثلاتة. يعني عمل يتغير. تبتعانش في ابراهيم. ابراهيم عند الثانية واحد كان باربعة. وعند الثانية اثنين باربعة. وعند الثانية ثلاثة باربعة. علشان يحسن القوة لازم يحسن التغير في كمية التحر. مين اللي عمل يتغير? محمود. حل? سؤال حلو على الفكرة. يبقى السر في الدلتا. يعني تغير. الدلتا في التفاضل يعني بينقول علي اسمها اللي تشينج. ماشي? عشان يحصل اف لازم يحصل تشينج اف مومنتم. تغير في كمية التحرق. يعني مثلا بديك سؤال برضو زيه. ده علاقة بين البي والتي. ده جسم اسمه اي وده جسم اسمه بي. من اللي قوة? اكيد من اي. لانه بحصل تغير في كمية التحرق. طيب. تعال نشوف السؤال ده. بقول لك سيارك وثلاثة الف ومتين. يعني الام. ب الف ومتين. كيلو جرام. طيب تتحرك بسرعة عشرين متر على الثاني. يعني ال هي بدء بسرعة كم عشرين متر على الثاني. فاذا ضغط السائق على الكابح فانخفضت سرعتها الى تمانية متر على الثاني. يعني هو ضغط على الكابح. اخر سرعة وصلها تمانية متر على الثاني. يبقى الفي فاينل بتمانية متر على الثاني. قال لك خلال زمن ست ثواني. يعني التيب ست. قال لك عاوز القوة المخصلة. طيب. عندنا قانون للقوة. هستخدم قانون. اتنين معلش. عندنا اتنين. اف بتساوي الام في الاي والاف بتساوي التلتة بي على التلتتين. انا ملاحظ احنا في كتلة. فهستبعد القانون ده. مش عاوزه. يبقى الاف بتساوي الام في الاي. طيب. هقوله الاف. بتساوي الام بكم? بالف ومتين. في الاي بكم? هل هنا جايب لك سيرة اي? لا مش جايب لك سيرة اي? اعمل مربع كده. وهاتي الاف جنب كده. طيب. اتفقنا. اما تبقى حاجة نقصة. بروح اخبط على معادلات الحركة. يبقى اخبط على المسلس. في تي دي. معادلة واحد. معادلة اثنين. معادلة ثلاثة. طيب انت معك مين? الفي فاينل. يبقى معك الفي هون. طيب ومعك مين تاني? ومعاك التي. استخدم انا ومعادلة المعادلة رقم واحد. اللي هي بتقول في فاينل بتساوي في انشيال زائد اي تي. عوض بقى في فاينل بكم? بتماني. بتساوي في انشيال بكم? بعشرين. زائد الاي انا عوزها. تمام? في التيب كم بست سوائن? عن كم? دي اشارتها ايه? مجابة. دي اشارتها ايه? مجابة. طيب احنا عايزين نجيب الاعداد في طرف لوحدها. تمانية وهنا عشرين. هوادي العشرين هنا. بس سراعي الترتيب. هواديها بعكس الاشارة. بس سراعي الترتيب. يبقى تمانية. كانت محجوزة الاول. ناقص. عشرين. عكس الاشارة. بتساوي الستة. في ايه? بستة ايه. تمام? تمانية ناقص عشرين بكان. تمانية ناقص عشرين بسالب اتناشر. بتساوي ستة ايه? يبقى الايه بتساوي? سالب اتناشر على الست. فالسالب اتنين متر على السالب. خطها هنا. تطلع لك مين? القوة. هيطلع معاك تقريبا سالب الفين وربعمائة نيوتن. تمام? السالب دي معناه عكس الاتجاه ولا مع الاتجاه? عكس الاتجاه. لو جبها لك يعني. الموضوع سهل. شفت بقى احنا اخدنا القوانين كلها مرة واحدة. وجينا طبقانا حاسينا موضوع سهل. مش مستاهل. نيجي وقا نشوف السؤال ده. بقول لك سيارة كتلاتة اربعة في عشرة اس ثلاثة كيلو جرام. انت العربية. الكتلة بتاعتها اربعة في عشرة اس ثلاثة كيلو جرام. ماشي. تحركت من السكون يبعني البي اي بسو صفر. تحت تأثير قواتين يعني احنا عندنا قواتين. تمام? احدهما قوة دفع للامام عشرين نيوتن. والاخرى قوة الاحتكاك عشرة نيوتن. يعني في قوة هنا عشرين نيوتن. قوة الاحتكاك بقى ركز والاخرى الاحتكاك. يبقى معا اتجاه الجسم ولا عكس اتجاهه? عكس اتجاه. عشرة نيوتن. فعند اوصل الشاحنة بسرعة تلاتة متر على الثانية. يعني في فينال بتلاتة متر على الثانية. عاوزي تديب كام? ببساطة. سي اكمل لو اعاوزه. الشكل ده كنت بتعمل في ايه? بروح اجيب حاجة اسمها الاف المحصلة. بعمل ايه? دول عكس بعض ولا مع بعض? عكس بعض في الاتجاه صح? دي عشرين وده عشرة. اطرح يبقى عشرين نقص عشرة. بتساوي كام? عشرة نيوتن. فاكر كنت بتعمل بعدها ايه? اه كنت بتقول الاف بتساوي الام في الايه? قد رقم هنا عشر. الام بكم? باربعة في عشرة قس تلاتة جابال. في الايه بكم? طلعها. تمام? يبقى الايه بتساوي? اربعة في عشرة قس تلاتة على العشرة. تمام? يعني يطلع معاك اربعة في عشرة قس تنين. متر على الثانية. تربية. طيب تعانيش فاو عاوز ايه? هو عاوز الدي. صح? واجايب لي الفي فاينال وفي انش. هجيبها ازاي? بصد كده. هروح لمثلس. في تي دي. طيب. معادلة واحد. معادلة اثنين. معادلة ثلاثة. طيب هو اجايب لي مين? الفي فاينال. جايبها لو. ومعايا مين تاني? هو عاوز الدي. استخدم انا معادلة المعادلة الثالثة. في فاينال تربية. بتساوي في انشل تربية زائد اثنين اي دي. في فاينال تربيع بكم? يعني تلاتة تربيع. بتساوي في انشل تربيع يعني بصفر تربيع. زائد اثنين في ال اي بكم? احنا اتفقنا. باربعة فعشرة قس اثنين. في الدي. تمام? يبقى تسعة بتساوي. صفر تربيع ملوش لازم. اثنين فاربعة فعشرة قس اثنين هيطلع معاك كم? اه تمانية فعشرة قس اثنين في دي. هتجيب يديه في طرف لوحدة. يبقى البيعي داع القريب تسعة. على تمانية فعشرة قس اثنين. مسألة? بتقول الوحدة متر. مسألة ولا صعبة? شفت انت بنقل على ان انا بص ان انا هعمل في مسألة واحدين ثلاثة واشوف اللي هو عاوزه. انتك بيطلع معاك ازاي? بيطلع معاك. يبقى اما تلاقي رسمة تعرف التعمل ايه? وتشوف هو عاوز ايه بقى? سهلة? سهلة. مش بحفزك مسائل. مش بحفزك. فيه حاجة فارق بين اه ان انا اعتدت على المسألة وعارف ان انا هعمل واحدين ثلاثة. واحلها بسرعة. وفي فرق بين الحفز. تمام? انت عارف واحدين ثلاثة. تروح تجيبهم على طول وتراح دماغك. سقطة جسم. يفكرك بايه كلمة? سقطة. 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 تفكرك بكلمة ان في اي بتساوي صفر. احفظها. احفظها حصل. سقطة يعني في اي بتساوي صفر. عاوز تفهمها بصفر. يعني ده واحد مسك الام في ايده. واقع. هل دفعه بقوة الفوق او قوة تحت? هو سابو. سابو عادي كده. هل هو عمل سرعة? لا. هو فلت ايده بس كده. ما طلعوش فوق ورحات فوق على الارض. زي ما بترمي صاحبك بالكراسة في المدرسة. ده اسمها قزفة. لكن ده سقط. واقع منه كده. منظر ما يطلع الفوق اللي تحت. يبقى اي كلمة سقطة بتساوي صفر. اي كلمة قزفة. الفي اي. لها القيمة. تمام? سقطة جسم. يعني الفي اي معايا بتساوي صفر. كتلته خمسة كيلو جرام. يعني الام بخمسة كيلو جرام. من ارتفاع مية وتمانين. يعني الدي. بمية وتمانين. عاوز مين? البي. ببساطة. على نرسم الرسمة. ده جسم. كتلته خمسة كيلو جرام. ده الارتفاع اللي هو مية وتمانين. وده البي اي اللي هو بصفر. عاوز البي. كويس. ركز بقى معايا. الجسم هو نازل من سطح الارض. نازل نازل. سرعته عمالة تزيد. عمالة تتغير. بدل ما كانت صفر بقى لها قيمة. طيب انا عندي قانون ان البي بتساوي الام في البي انا بتتعامل معك عدو. طيب. دلوقت حصل تغير في في السرعة صح? يعني حصل تغير في السرعة. يعني حصل دلتا في. طب اما يحصل تغير في الدلتا في بيبقى في تغير في كمية التحارب. دلتا بي. طيب. تعاني جيب كده. دلتا بي بتساوي. الام بكم? بخمس. في اتفقنا دلتا بي بتفك ازاي? ناقص البي انشي. طيب انت معاك البي انشيال بكم? بصفر. طب معاك البي فاينل? لا هي المشكلة. بتروح تجيبها منين بقى? اشتغل بقى معايا. في تي دي. معادلة واحد معادلة اتنين معادلة ثلاثة. استخدم انه معادلة ببساطة. انت عاوز مين? عاوز البي فاين. ومعاك مين? ومعاك الدي دي دي. استخدم انا معادلة المعادلة الثلاثة. في فاينل تربية بتساوي في انشيال تربية زائد اتنين اي دي. انت عاوز البي فاينل صح? يبقى في فاينل تربية بتساوي. في انشيال تربية يعني صفر تربية. احنا طلعنا بصفر. طيب اتنين او. الاي بكم? الاي 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 احنا مفروض نقولها. الاي بعشر. وليقم بعشر. تمام? في ادي بكم? مية وتمانين. اتنين في عشرة بعشرين. عشرين في مية وتمانين. عشرين في مية وتمانين بكم? عشرين في مية وتمانين. حط الصفرين. اتنين في تمنتاشر بستة وتلاثين. تمام? يبقى انا معايا في فاينل تربيع بتلت تلف وستمية. انت عاوز في فاينل في القانون لفي فاينل تربيع بفي فاينل بس. يبقى خذ الجزر. يبقى جزر تلت تلف وستمية. تمام? ثم راح انت اواخد بتلت تلف وتحطها هنا بقى. يبقى خمسة في جزر 3600 نقص صفر. نضع والعملية سهلة. العملية سهلة. العملية سهلة جدا. طيب السؤال ده سؤال حلو. قول لك احسب العجلة. و جايب لك المعطوات دي بس. بصوا كده. السبع كيلو جرام تخلي انها الوحدة. هتنزل ناحية الارض طبيعي لو الوحدة. لكن مين اللي عمالي عقها الخمسة كيلو جرام? صح? صح. طيب تعاني نجيب القوة عند السبعة. ونشوء اللي هيحصل. سهلة? احنا بنجيب القوة عند السبعة لان فيه عندك وثلاثين. فاجيب قوتين بقى. فاجيب قوتين. تمام? ما عشان اجيب العجلة محتاج اجيب حاجة اسمها القوة. فهم قصدي? فهم قصدي. طيب. تعاني نجيب القوة عند السبعة كده. الاف بتساوي الام في الاي. لحظة لحظة. بيكتبها كده. الام في الجي. في الماسألة دي. بيكتبها جي ليه? بص كده. طولا ما الجسم بتحرق عرقة افقية بنقول ايه? زي الترمي الاول. حركة سيار. حركة عربية. حركة طيار. طولا ما الجسم بتحرق عمودي بنقول جي. بنشيل ايدي نحط جي. يبقى اف بتساوي الام في الجي. طيب بتساوي سبعة في الجي بعشر. يبقى سبعين نيوتن. تعاني نجيب القوة هنا. اف بتساوي الخمسة في عشر. بخمسين ايه? نيوتن. حلو قوي. عندنا كم قوة? قوتين. وعلشان اجيب العجلة. لازم لازم. يبقى في حاجة اسمها قوة محصلة. قوة محصلة. اشيل اللي اتنين. حط واحد. اشيل اللي اتنين. حط واحد. طيب. تعاني نجيب الاف المحصلة. عندك مقوة? اتنين. بس استنى استنى. هو ندي مين اشارة مجابة? ومين اشارة سالبة? ممكن تعملها بالطريقة اللي انا وتاك عليها وتراح دماغك. بس تعاني شرح بالتفصيل بقى. هو الجسم ده. مش مفروض ينزل اللي تحت كده? تحت تحت. لان هو ده اللي اتجاه الاصل لنحية الكبير. نحية الكبير. طيب يعني اشارة مجابة. من اللي بيبنعه بقى? من اللي بيبنع اللي هو ينزل على سطح الارض? من اللي بيبنعه? الخمس. يعني كأنها بما ثابت قوة الاحتكاك. يبقى دي سالب. يبقى القوة دي مجابة. القوة دي سالبة. يبقى هنا مجاب سبعين ناقص خمسين. او قلت لك زي زي من اللي رأت لك الكبير ناقص الصغير. وخلاص الكبير ناقص الصغير. يبقى عشرين دي بتا. كنا بنعمل بعدها ايه? بنقول الف بتسوي الام في الايه? قط النتج ده هنا يبقى عشرين. الام بكم? استنى بقى استنى. ركز بس في حتة دي. الام بكم? هي العشرين دي هي القوة المحصلة. القوة المحصلة دي جاية من كتلة واحدة ولا مجموع الكتلتين? جاية من مجموع الكتلتين. جاية من الخمسة ومن السبع. خمسة زي السبعة اتناشر. في الايه? يبقى الايه بتساوي عشرين على اتناشر. اللي بيعتها القرية. يبقى جيب القوة هنا. وجيب القوة هنا. والكبير ناقص الصغير. اف بتساوي الام في الايه? عشرين. بس لحظة الام ده بتاعت مين? اللي اتنين بتاعت ده. وده. تمام? وتجيب الايه? سؤال حلو. وسهل جدا. طيب. سؤال ده حلو جدا. وناس كثير بتوعها في في الامتحان. يقول لك اي من هزي الاجسام بتحرك بسرعة ثابت? ده الجسم ايه? وده الجسم بيه? وده سي والحيطة دي? على الخط دي. طيب. اي من هزي الاجسام يتحرك بسرعة ثابت? هتبص كده. هتقول لدي. هي صحة فعلا. هي صحة. لها ابدو طرح صح. بس ازاي بقى? هي دي فعلا. لو كانت العلاقة بين الفي والتي. هتقول لي اللي هي دي. خلاص لان السرعة ثابتة. بس ده علاقة بين الاف. الاف قوة وزمن. انت جبت الدي هي اللي بتحرك بسرعة ثابتة ازاي? انا بتكلمك على اف اف. تمام? اللي هي القوة. هنجيبها ازاي? بص كده. اي الاجسام الافتيالة تحرك بسرعة ثابتة. كلمة سرعة ثابتة دي هي اللي فعل لغز. بالسرعة ثابتة. يعني العجلة بتسوي ايه? ببساطة. سرعة ثابتة يعني العجلة بتسوي صفر. صح. لان العجلة هي التغير في السرعة. لازم يحصل تغير. لازم يحصل تغير. طالما انت ثابت ما فيش عجل. يبقى الايه تسوي كم? صفر. يبقى السرعة ثابتة معناها العجلة بتسوي صفر. طيب مش انت عندك قانون الف بتساوي الام في الاي? هكتب القانون بتاع العلاقة الف بتساوي الام في الاي? تعالنا عوض كده. نقول الامة مسلا لها قيمة. في الاي? اللي هي بصفر. الامة لها اي قيمة والاي اللي هي بصفر. اي قيمة في صفر بتصفر النيوتن. يبقى امتى الجسم بتحرك بسرعة ثابتة عندما الف وتساوي صفر. هو فين الف بتساوي صفر. هنا لها قيمة. هنا لها قيمة. هنا لها قيمة. هنا على الخطة بتساوي صفر. يبقى عند دي. ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعلك الجرس علشان يوصل لك كل اجداء محتوى ده.